أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعديد من الدول بما في ذلك اليمن أصدرت بيانا مشتركا يدين تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية في ظل الهجمات في البحر الأحمر وطلب المواقعون على البيان جميع الدول بالامتناعي عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين في الأثناء أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة ومعها الشركاء والحلفاء يعملون على حماية السفن التجارية ومواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف وهي غير مقبولة الولايات المتحدة ومعها الشركاء والحلفاء يعملون على مواجهة تلك الهجمات وحماية السفن دول عديدة مستعدة للمشاركة والعمل جاري ندرس إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية لكن القرار لم يتخذ بعد الحوثيون يركزون أكثر على استهداف السفن التجارية لم نشاهد بعد أي هجوم على سفن عسكرية القادة العسكريون عندما يرون حركة الصواريخ والمسيارات يتخذون القرار المناسب للقضاء على أي خطر محتمل هناك أربع عشرة طائر مسيرة لنعلم الأهداف التي تريد مهاجمتها والمرجح أنها تريد مهاجمة سفن تجارية جديدة في البحر الأحمر هذا واعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن أن هجمات الحوثيين المتهورة مشكلة دولية وتتطلب ردا دوليا التحالف البحري الجديد سينظم دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن مشددا على العمل على حماية عالي البحار وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن مشاركة المدمرة البحرية HMS Diamond في القوة الدولية الجديدة التي أنشأت لحماية السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ستشدد وزير الدفاع على أن هذه الهجمات غير القانونية تشكل تهديدا غير مقبول للاقتصاد العالمي كما تقود النظام العالمي وتهدد برفع أسعار الطاقة مشيران إلى أن هذه القوة ستحمي حركة السفن وترق التجارة الحيوية في البحر الأحمر قالت وزارة الدفاع الفرنسية أن عملياتها في البحر الأحمر ستظل تحت قيادتها بعد دعوات أمريكية لتشكيل تحالف دولي لمواجهة تهديدات الحوثي في البحر الأحمر وأضافت الوزارة أن عملياتها في البحر الأحمر ستظل تحت قيادتها ضمانا لحريتها في العمل وداعية إلى أوسع تنسيق ممكن بين الشركاء في المنطقة والدول المعنية المختلفة للحفاظ على حرية الحركة البحرية